في الفقرة دلوقتي نتكلم عن الطفل وازاي بنهتم بصحة أطفالنا من خلال المبادرات المختلفة اللي قامت بيها الدولة المصرية والحقيقة الأطفال في السن المختلفة مش بس بنتكلم عن الأطفال في سن المدرسة أو الأطفال في سن أكتر تقدم لكن كمان بنتكلم عن الأطفال منذ نعومة الأظافر زي ما بيقولوا الطفل اللي لسه مولود عمره أيام قليلة وازاي نقدر نكتشف بعض المشكلات الطبية اللي أصبح العلم دلوقتي بيوفر لنا التدخل فيها علشان يكون الطفل ده صحيح ويقدر أنه يبني حياة صحيحة فيما هو قد مبادرات خاصة بالقوقعة للأذن وضعاف السمع مبادرات أخرى للسمنة والتقزم والكشفات اللي مستمرة في مدرسنا المختلفة لكن حديثنا طبي النهاردة بامتياز أو في الفقرة دي تحديدا عن الأطفال يمكن حديثي الولادة بشكل أكبر وإزاي نقدر أن نتفادى المشكلات الطبية علشان نخليهم يعيشوا وعيش سليمة فيهم بنسمع دايما نهبع عن العيوب الخلقية للطفل حديث الولادة الفقرة دي بشكل علمي هنفهم إزاي يمكن تشخيص هذه العيوب خلال فترة الحمل أو بعد الولادة مباشرة منرحب معنا بدكتور يوسف سعد استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة من ورنة في صباح الخير يا مصر أهلا بك دكتور صباح الخير بحضرتك والسادة المشاهدين يعني بداية علميا نوضح كده ونبسط للسادة المشاهدين إيه المقصود بالعيوب الخلقية للطفل حديث الولادة العيوب الخلقية في الأطفال في الجنة والأطفال حديثي الولادة الجين بيحصل فيه خلل أو بيحصل طفرة جينية نتيجة بيئة غير مواتية لهذا الجين تؤدي إلى تغير شكلي فيه جزء أو أكتر من جزء في الجنين والطفل حديثي الولاد يطلع الطفل للدنيا فيه خلل فيه حاجة واضحة فيه أو قد تكون غير واضحة في الأول وتظهر بعد كده في الشكل العام لهذا الطفل عايز أقول لساعدتك والسادة المشاهدين أن حوالي 240 ألف سنويا بيموتوا نتيجة هذه العيوب الخلقية في الشهر الأول بعد الميلاد 170 ألف طفل بيموتوا سنويا في الخمس سنين الأولى نتيجة العيوب الخلقية في الأطفال الأجنة والأطفال الحديثي الولادة نسبة حدوث خلل في الأطفال يؤدي إلى عيوب خلقية بتصل من نص إلى 1% عالميا هذه هي العيوب الخلقية العيوب الخلقية الحقيقة لها أسباب كتير الأول بكتشفها إزاي؟ قبل الأسباب إمتى المرحلة اللي بعرف فيها أن ممكن الطفل أو الجنين يكون عنده مشكلة وبالتالي بحاولها تدخل فيها طبي فترة الحملة عبارة عن 9 شهور بنقسمها إلى 3 أجزاء 3 شهور الأوانيين 3 شهور الثانيين 3 شهور الآخر 3 شهور الأوانيين بويضة بتتخصب بحيوان منع وتبتدي تنقسم هذه البويضة في أول 3 شهور ودي أخطر مرحلة تكوين الجنين بعد كده بتبتدي تتكون الأعضاء في الثاني مرحلة ثاني 3 شهور بتتكون الأعضاء أخ مرحلة اللي هي المرحلة الثلاث شهور الأخرى بتبتدي تنضج هذه الأعضاء وتنمو وتشتغل يعني رئة تبتدي تتسع وتشتغل القلب يبتدي يشتغل المخ بيشتغل العددلات والعمود الفقري بيتناسك مع بعضه والطفل يبتدي يتحرك وانتبع هذا النمو الخلل الجين أخطر العيوب الخلقية بتظهر في أول 3 شهور 3 شهور الأولين من الحمل دول مهمين جدا وعايز أقول لكل إمرأة بتسمعنا مقبلة على الحمل أنت بتعرف إنك حامل بعد ما بتكوني قريدي فيك جنين بقاله 15 يوم ودي تبقى فترة مجهولة بالنسبة لها يعني هي بتعرف إمتى أنا حامل الدورة الشهرية ما جاتش طب ممكن يكون إيه؟ بنفكر أعرب حاجة أنها تكون حامل بس أنت حامل بقى لك 15 يوم ليه بقولي الكلام ده؟ عشان كل واحدة ست مقبلة على الحمل أو بتستعد للحمل لسأخذ بالها ما قبل حدوث الحمل ده مهم جدا علشان الـ 15 يوم الأولين اللي يتكوين البويضة المخصبة دي وبداية انقسامها دي مهم جدا إن أي حاجة غلط بتحصل في الفترة دي بتؤدي إلى عيوب خلقية في الأطفال طب في الفترة الدقيقة اللي هي الفترة الأولى من الحمل زي ما حضرتك أشرت إذا تم تشخيص فيه عيب خلقي فيه هذا الطفل وهذا الجنين التصرف الطبي بيكون عامل إزاي؟ وإيه الإجراءات اللي ممكن يعني يتم اتباعها مع المرأة في اللحظات دي؟ أول حاجة كل إمرأة حصل لها حمل لازم بتتابع مع طبيب النساء بتاعها علشان هو اللي بيقدر يحدد إحنا بنقدر نوصل لـ 70% من العيوب الخلقية في الثلاث شؤور الأوانين عن طريق الموجات الصوتية تشخيص الصوت بالموجات الصوتية لسنائية الأبعاد يعني قبل ما بنوصل لربع الأبعاد وكده الموجات الصوتية تقدر تشخص لنا 70% في الثلاث شهور الأوانيين من العيوب الخلقية في الأطفال فمهم جدا المرة أول ما تعرف أنها حامل تبتلك تتابعة مع طبيبها بنقول لكل واحدة برضو مقبلة على الحمل مهم جدا حمض الفوليك يبقى في أكلها ما قبل الحمل كمان ده كمان ممكن يتخذ بشكل خارجي من خلال طبعا هي وانس إن احنا بنعرف أنها حامل هي بتاخده عن طريق الحبوب بالبلغ بجرع عمي ده مهم جدا علشان الأنبوبة العصابية بتاعت مو الطفل مخ الطفل حمض الفوليك والحمض الفوليك ده موجود في أكلنا موجود في الفصولية موجود في المقصرات موجود في أكلات كتير لكن فعلا إحنا أول ما بتزر الحمل بنديها عن طريق البلغ حبوب حمض الفوليك طيب حضرتك قلت أن أول تشخيص بالموجات فوق الصوتية أو السونار كمان إمتى بلجأ للسائل المحاوط الجنين وبالتالي بقدر عرف منه بعض الأوراق أشكرك على السؤال ده إحنا زمان كنا بنلجأ أن نسحب عينة من السائل المحيط للجنين دلوقتي عندنا تحليل بسيط جدا بنعمله تقريبا في الأسبوع العاشر من الأسبوع العاشر أو الحداشر أو الاثناشر تحليل سهل جدا اسمه نبت نبت ده اختصار إيه؟ نون انفيسيف بري نيتل تست يعني أنا مش هخش في بطن الأم ده أنا بأخد عينة من دم الأم عينة بسيطة جدا عينة من الوريد وفحصها بتديني الحمض النووي للجنين طبعا أنا خدت زي الحمض النووي من الجنين عن طريق الأم إن الأم دم الأم ودم الجنين فيهم تداخل عن طريق المشيمة مشيمة الطفل اللي بتغذيه دي واخدة دم من الأم واخدة دم من الجنين فعينة الأم لقينا فيها الحمض النووي بتاع الجنين بأجزاء كتير من الحمض النووي بلافجع سهلة جدا بنسحب عينة خاصة لبعض السيدات اللي هم أونريسك اللي هم عندهم خاوف إن أنا خايف منهم مين هي الأم اللي هم أونريسك الأم اللي عندها تاريخ مرضي إن فيه طفل جي قبل كده في العيلة عنده عيوب خلقية زي إيه لا العيوب الخلقية حاجات كتير هقولها لحضرتك الأم مثلا اللي بتعاني من مرض السكر عندها سكر خاصة لو السكر مش متزبط الأم السمينة الأم الزواج الأقارب الأم عندها أمراض معينة الأم اللي فوق سن 35 وتقدمها في السن عند الزواج ده مهم جدا بعد هؤلاء السيدات بيبقى تحت المتابعة وعايزة طم نكون لأم إن إحنا عندنا وحدة الجنين موجودة في معظم المستشفيات الجامعية وبعض المستشفيات الحكومية الكبيرة وبتقدم خدمتها بالمجان للأم والجنين والتحليل ده متوفر فيها والتحليل ده متوفر في مصر الحقيقة إحنا مصر دولة متقدمة جدا في علاج الأجنة وبنكتشف الأمراض بسهولة جدا هذا تحليل بسيط جدا طبعا جنب مجموعة من التحليل بنعملها الأم زي ما قلت لحضرتك الموجات الصوتية مهمة جدا لأنها بتكشف حاجات كتيرة بنعمل موجات صوتية مهمة جدا هقولها كده ببساطة طبعا ده شغل أمراض النصر أكتر مننا الأسبوع الـ 12 الأسبوع الـ 22 الأسبوع الـ 32 بسهل لكده كل عشر أسابيع بنعمل موجات صوتية أول موجات صوتية بتكون ثناية الأبعاد دلوقتي الموجات صوتية ربعية الأبعاد موجودة ودي بتبقى أكثر دقة وبتبين أحسن وكده وبتعمل متابعة للأجنة لكن الثناية الأبعاد البسيط جدا الموجود في كل حتة بيشخصتنا 70% من الحديد حضركم تسأليني إيه هي العيوب الخلقية؟ لا كتيرة جدا نمسكها من فوق ولتحت وهقولك بعضها وأهمهم يعني لأنهم كتير قوي على الأقل نتكلم عن اللي ممكن التدخل فيه أو يتلحق اللي يتلحق في بعض الأنواع تتلحق وفيه كمان حاجات الطب بيقول لنا ده صاحب ده جنين له مشاكل خطيرة وجمع أحيانا هنا الطب بيتدخل إن إحنا نتخلص من هذا الجنين في الفترة الأوانية المسموح بيها لأن هذا الطفل هيكون عنده مشاكل خطيرة في حياتنا وصعب التعامل معه يعني دي من ضمن برضو تشخيص العيوب الخلقية لكن فيه عيوب خلقية كتير وفيه أهمية تشخيص إن حتى نحن نبقى مستعدين لهذا الطفل لما يتولد ويجينا كأطباء أطفال نبقى عارفين الطفل ده جاي لنا بعيب خلقي في كذا نبقى مستعدين وفيه بعض الحالات بيبقى محتاجين طبيب جراح لما يتولد ساعة الميلاد ممكن بيحصل تدخل جراحي يعني في بعض الحالات في بعض ممكن أعالج هذه العيوب الخلقية أثناء الحمل أثناء الحمل في جراحات متقدمة أثناء الحمل أثناء الحمل في بعض الحالات وفيه حالات مثلا زي مثلا الـRH اللي هي فصيلة الأم لما بتكون سلبي والطفل بيكون موجة بواخدها من الأب فبيحصل أجسام مضادة بتعمل تكسير للدم أحيانا هذا التكسير بتعمل أنيميا تكسيرية أحيانا بيكون خطيرة بنلقى الدم للجنين بشكل كامل كمان بشكل كامل بالضبط كم لو حبيدنا ناخد فكرة إيه هي العيوب الخلقية اللي ممكن تيجي للطفل لو خدنا من فوق وتحت ممكن عيوب خلقية في القناة العصبية والحبل الشوكي ودي بتأثر على المخت تخلف عقلي أو تخلف زرني أو تخلف إدراكي بعد كده فيه الشفة الأرنبية ودي مشهورة قوي أو انشقاك سقف الحل فيه بعد كده عندنا تيجي الأم تقول لك الطفل يا دكتور من يوم ما تولد هنيه دامعة دامعة هنيه على طول مدامعة ده بيبقى انسداد كلي أو انسداد بسيط في القناة الدمعية لأن كلنا بعد ما بنعيط بنبكي بنف لأن الدموع بتمشي في القناة الدمعية داخل الأنف وبعض الأطيب عندهم انسداد ودي علاجها سهل جدا نقول لأم دلك دلك القناة الدمعية لو ما سلكتش عند الشهر التاسع بنبتدي نعمله عملية بسيطة فيه بعد كده أيوب خلقية في القلب مثلا العيوب الخلقية في القلب الحياة دي مهمة جدا ودي ممكن تتشخص بسهولة في الموجات الصوتية أثناء الحمل اللي هي الربعية الربعية الأبعاد وثنائية الأبعاد برضو بتعرفنا لأن احنا بنعمل رسم قلب للطفل وهو في وطن أمه بتظهر أي شيء يعني حاجة زي الموجات الصوتية بتاعت إمتى بتدخل نعم إمتى ممكن أتدخل في المرحلة التانية اللي هي مع الربعية الأبعاد في الأزوال وهو لسه جنين وهو جنين آه ممكن نعرفها طبعا في بعض العمليات اللي جراحية أجريت لقلب طفل أو جنين في مصر صعب لكن يمكن برّ بس إحنا بنستنى لما بيتولد فيه أيوب خلقية في القلب بسيطة برضو عشان اللي بيسمعونا ما يتخدوش وفيه أيوب خلقية في القلب معقدة يعني مثلا سقب في القلب بين الأزينين سقب في القلب بين البطينين لو حجمه صغير ده غالبا بيقفل لوحده سقب في القلب بين الشريان الأورتي والشريان الرقوي ده برضو غالبا ده حاجات بسيطة وبتقفل لوحدها لكن فيه حاجات معقدة زي رباعي فالوت ده اللي اكتشف واحد فرنساوي اسمه ميسيو فالو ميسيو فالو ده اكتشف أن فيه أربع أخطاء في القلب. دي لا. دي بتحتاج تدخل جراحي. في حاجات تانية. إن الشريان القورتي مش طالع من الناحية الشمال. لا طالع معكوس من الناحية اليمين. والشريان الرقوي بدلا ما يطلع من اليمين طالع من الشمال. الحقيقة دي بتبع حالة خطيرة. أو بتحتاج تدخل في الأسبوع الأول بعد الولادة. بيسبب حاجة خطيرة في القلب. في أيوب كتيرة في القلب. لكن الحقيقة هي في المعظم حالات سهلة. وبتقفل لوحدها. طبعا. ده طبعا بيدي لي قدرة بعد الولادة. إن أنا ممكن أتتبع هذا الطفل وأشوف إيه المشاكل. عرفت بشكل مسبق العيوب الخلقية اللي ممكن يتعايش مع هذا الطفل بعد الولادة. سؤالي هنا فيما يتعلق بالعيوب الخاصة بالقلب. هل ممكن يبقى فيه تدخل ما أثناء فترة الحمل؟ هو زي مطل حضرتك لما بيكون فيه أنيميا تكسرية أو الناس السيدات اللي عندها الـ RH السلبي ده. أحيانا بينهم الدم. لكن باقي العيوب الخلقية مع الميلاد. حسن بيحصل لها المتابعة. طبعا طبيب الأطفال أول ما بنسلم الطفل إحنا بناخده من راسه لغاية سابع رجله. أيها بتبقى متواجد في الولادة. لازم. لازم ويادر الولادة. وبنفحصه فحص دقيق جدا. لأن زي موضت لحضرتك بعد القلب فيه مشاكل في الجهاز الهضمي أحيانا بيبقى فيه ديء في المريق خلل في المريق. خلل في القناة الهضمية. ممكن بعض الأطفال بيتولدوا فتحة الشرج مش موجودة مقفولة ودي سهلة. كل ده سهل يتعمل على أولادة. آه كل ده. بعد الولادة مباشرة؟ آه طبعا ساعة الولادة. طبيب الأطفال بيفحص الطفل بيعرف حاجات كتير في اليوم الأول في ساعة الولادة وفيه حاجات بتبقى مستخبية بتبقى قدام شوية. عندنا مثلا الجهاز التناسولي للأولاد وللبنات مهم جدا. فيه أيوب خلقية كتيرة ممكن تظهر. زي في الأطفال الخصية المعلقة. ودي حاجة مهمة جدا. خلال في فتحة العضو الزاكري عند الأطفال. فيه حاجة اسمها مشهورة أو اسمها طهارة الملايكة. دي برضو لازم بنحددها وبنعرف سببها وكده. البنات بيبعا عندها عيوب خلقية. الرحم المشؤوق. الرحم المقلوب. الرحم الطفاية. كل ده بيبان أو. كل ده بيبان. ساعة الولادة بعد المساعة الولادة. آه يعني الحاجات الزهرة بالكشف. أو ممكن السونار بيينها وهتبتت يتدخل بعد الولادة. العضو الخلقية في الكلاة. ممكن نعرفها في الجنين. بنعرف في الجنين وبينبهها دكتور السونار أو دكتور أمراد نسا يقولها بعد ما يولد الطفل يتولد. خدي بالك النكلية وفيها مشكلة تبعية. دي كتير الحقيقة بنشوفها. بتجنى الأم بالطفل وتقول لي أن السونار ده أنا عامله أثناء الحمل. وكانوا منبهين إن فيه حاجة في الكلاة. بنتابع ومنهتم به. ضعاف السمع لأن الدولة اهتمت الحقيقة بمبادرة ضعاف السمع وزراءة القوقعة لأن لها توقيت وبيبقى توقيت حارق جدا بالنسبة للطفل اللي حديثي. بصي حضرتك الدولة الحقيقة لها دور هايل في الموضوع ده. منظمة الصحة العالمية اهتمت جدا بالأطفال اللي عندهم عيوب خلقية عموما. وعملت لها يوم عالمي بييجي في شهر مارس اليوم العالمي للأطفال زوية العيوب الخلقية الحقيقة والدولة مضية على قرارات المنظمة الصحة العالمية بخصوص هذا الموضوع. مصر بتعمل ايه ممثلة في وزارة الصحة؟ مصر بتتابع وبتحدد وبترصد جميع حالات العيوب الخلقية مصر بتتعامل مع العيوب الخلقية للأطفال. مصر بتقدم لنا وزارة الصحة بتقدم خدمة هيلة تحليل كعب الرجل ولازم تكون اللي أم تسمع لغدة الدرقية. ده مش بس لغدة الدرقية مصر الحقيقة تقدمت في الموضوع ده بقينا بنعمل هو التحليل ده بيبقى من اليوم الثالث لليوم العاشر بعد الولادة مباشرة. بعد الولادة مباشرة. ولازم نلتزم بهذه الأيام وبتعمله مكاتب الصحة سهل جدا. بناخد عينة من كعب الرجل برضو حاجة بسيطة جدا. لا بناخد عينة وغدها لحاجة. شحنا بنعمل مسح لجميع المواليد في مصر. ده بيقول لنا فعلا فيه خلل في الغدة الدرقية بتبان بعد شهر اثنين تلاتة وبيكون حصلت المشكلة. فكون الدولة ان الوزارة ستنبهين يقود بالك هذا الطفل عنده خلل بنلحقه بالدول المناسب له هرمون السيروكسين وده متوفر. والدولة بتقدمه بالمجان للأطفال دول. كمان دلوقتي بنعمل في تحليل كعب الرجل حاجة اسمه تحليل التمثيل الغذائي بعض الأطفال بيبعندهم خلل في إنزيم معين. حاجة اسمها الفنايل كيتونيوريا. وده مرض خطير. وقلاجه أسهل من السهولة أنه بنقول للأم ما تأكليش الطفل ده. الأكلات دي لأنه ما عندوش الإنزيم اللي يكسر فترة. أو متجات ألبان مثلا أو كده. دي بعض الأمراض. لحياة بس دي ما بتعملش في كعب الرجل. لكن احنا بنأمل في المستقبل نعمل في تحليل كعب الرجل. أنيميا البحر الأبعد المتوسط لأنها منتشرة في مصر. لأن احنا من دول حوض البحر الأبعد المتوسط. وأنيميا المنجلية نتمنى أن ده يكون في المسح السكرينينج تس ده اللي بتعمل في كعب الرجل. نتمنى أنه يجي قدام مع الوقت. أما السمع زي ما حضرته بتقول. طبعا وزارة الساحة. دلوقتي في كل مكاتب الساحة عندنا جهاز. أنا كطبيب أطفال كان بيجي للطفل بحط الشخشيخة كده جنبه ودنه. مجرد نوعية هز أعرف أنه بيسمع. أي. لكن ما عرفش هل هو بيسمع عشرة على عشرة ولا لا كام من عشرة. زي ما حضرته بتقول عشان موضوع الكوقع. النهاردة الدولة بتقول لك الطفل ده بيسمع ولا لا الطفل ده بيسمع كام في المية. عشان هل هيحتاج تدخل ولا متابعة ولا إيه. القياس متاحة. نمر اتنين. عندنا عيوب خلقية في العين. إن ممكن الطفل يكون ما بيشوفش. برضو الحاجات دي بيعرفها طبيب الأطفال. مهم جدا التشخيص. يعني خلاصة كلام حضرتك فكرة التشخيص المبكر والتلات موعيد للأسبوع الاثناشر و 22 و22 و23. دي سهل لأي أم يعني. وفكرة التشخيص ده بتم من خلالها اكتشاف العيوب الخلقية. سؤال حضرتك هل ممكن هذه الأشعة الثنائية مثلا تخون الطبيب يعني ممكن يبقى بشواضح معايا إن في عيوب خلقية في هذا الجنين ثم أفاجأ ساعة الولادة بظهور عيوب خلقية في عيوب خلقية سهلة جدا. ليه? لأن انت عندك بروتوكول. الدكتور لما بيجي يعمل موجات صوتية هو عنده بروتوكول. عند الأسبوع الاثناشر مفروض أشوف كذا وكذا وكذا يعني الطفل الدوني اللي احنا بنسميه المغولي ده لازم نعرفه. ده سهل جدا بيشوف حاجة معينة بيقياسات معينة دي طفل مغولي. مش محتاجة يعني خبرات كتير. في حاجات ما بتتشافش. لقلة الخبرة. معرفش إيه زوفة. عدم بركة الأجهزة. جايز جايز. لكن بتيجي مع الوقت واللي ما بيبانش بيبان عند الميلاد أو في الشهر الأولاني أو في المرحلة السنية المبكرة. بالذات عيوب الخلقية في الأطفال. يعني ما سنتظر مولود مزرق. بس عايز برضو عشان كل أمة تخضش. في حاجة اسمها زرقة يعني إيه? سينتل سيانوزي. الزرقة اللي هي في اللسان والشفايف. دي مهمة جدا. مش في الوجه يعني. والوجه. ولما الطفل يكون بيرضع. دي بتوع الفاتح شوية. الطفل بيسرخ. ويزرق. خد يبال. لكن حكاية الإيدين والرجلين يكون يا دكتور دول مزرقين ده بعد الولادة بيحصل كده وبتبتدي يضيع بعدها. طب إيه الفر؟ يعني حضرتك ليه بتقلق من الوجه. لما يكون في اللسان والشفايف ومع الحز ومع الرضاعة ومجهود لا دي من خيال بيكون فيه عيوب خلقية في القلب. آه فالأكسجين مثلا مش طالع شكل كافي أو تضفق الدم في الجهاز. فدي مهمة. دي الأمراض الوراثية ممكن أننا تحكم فيها؟ آه طبعا. زواج الأقارب. احنا قلنا. ليه بتنتشر؟ قلنا زواج الأقارب أكتر حاجة. يعني الجهاز المركزي للإحصاء. قال لك إن 30% من الزيكات اللي بتحصل في الكرة زواج أقارب. طبعا زواج الأقارب دوت بيبقى احتمال هنا صفة متنحية في القلب مع صفة متنحية من الأم. لما بيحصل الجهاز ممكن يؤدي إلى خلل جيني أو خلل في الكرموزوم أو حاجات وراسية. طبعا زواج الأقارب. قلنا الأم المريضة بالسكري اللي مش متزبط عندها ضغط. أم سمنة. فوق سمنة 35. أو حتى في الأمراض المناعية بيتم التدخل في لحظة الولادة للجنين. الأمراض المناعية برضو دي مشكلة موضوع كبير قوي. الأمراض المناعية الخلل المناعية طبعا. الأم اللي بتتعرض للفيروسات. برضو أحب هنا أقول كل أم تسمعني. الأمهات اللي بيربوا قطط القطط دي من الحاجات اللي بتنقل مرض خطير جدا اسمه التوكسو بلازموزيس. جميل. ده يعمل. تقسم المضاد. آه طبعا. فما فيش داعي المرأة الحامل تتعامل مع القطط. حتى القطط الأليفة اللي في البيوت يفضل ما تبقاش موجودة. الأم اللي خادت دور برد. الأم لازم تكون متعامة تطعمتها ما قبل الحمل عشان فيه مرض خطير جدا اسمه الحصبة الألماني. الأم لو جالها حصبة ألماني أثناء الحمل. احنا غالبا بنلجأ أن احنا ننزل هذا الجنين لأنه يتولد بمشاكل جمع. شكرا شكرا جزيلا. الأحديث كتيرا ومتشعبها مش هتنتهي. بس احنا مرحبا حضرتك. يعني بنشكرا على كل المعلومات دي ونتمنى نستفيد منها جميعا. وكل يعني امرأة مقبلة على تجربة الحمل تاخد بالها من المعلومات ونصائح اللي قالها دكتور يوسف سعد استشارة طب الأطفال وحديث الولادة. شكرا جزيلا يا فندم نورتنا وشرفتنا. شكرا لحد عادكم.